كل سنة وانت طيب يا خطيب في كل لحظة في كل مرة والله بدون مبالغة في كل مرة بيجي اسم محمود الخطيب على لساني بحس كده بحالة سعادة يعني لا إرادية الحقيقة الخطيب اللي بقى مش بس بالنسبة يعني للأهلوية هو الرمز وهو الأسطورة هو معشو الجماهيل لكن اعتقد انه مفيش خلاف انه واحد من أهم رموز الكرة المصرية والرياضة المصرية على مدار تاريخها كله حقيقة مشوار طويل جدا من الصعب انك انت تلاقي إجابة ليلى عيب عتزل وابتعد عن المستطيل الأخضر من أكتر من 30 سنة وما زالت النهاردة أجيال ما شافتوش أساسا انه هو بيلعب ما زال هو المعشوق الأول لجماهير القلعة الحمراء هل القصة قصة موهبة بس يعني طبعا يعني سبحان الله يعني ربنا لما بيحب حد من عباده بيحب فيه خلق وبيحب فيه الناس وهو فيه كارزمة طاغية فيه يعني مجرد ما تبص لملامح وشه تحس انك انت مرتاح هل القصة قصة موهبة قصة مهارة قصة بطولة قصة تقلق ده جزء من الإجابة على السؤال بالتأكيد طبعا أنا شخصيا عارف انه تاريخ مصر في الكرة فيها أساطير كتير جدا لكن اللي أنا شفته اللي أنا عيشته اللي أنا عصرته الخطيب هو الموهبة الفذة التي لم تتكرر مع كل الاحترام طبعا لموهب الكرة المصرية والكرة المصرية دايما ولده لكن الخطيب بالنسبة لي في حتة تانية خالص وكنا بنسأل على طول قبل الهواء ماذا لو كان محمود الخطيب بيلعب كرة في وقتنا الحاضر يعني لو الموهبة دي كانت موجودة في الملاعب دلوقتي بمعطيات دلوقتي بملاعب وأرضيات دلوقتي بكرة دلوقتي بأسليب التدريب والاستشفى بتاعت دلوقتي كان شكل الموهبة ممكن يكون عامل ازاي بشوف اللقطات بمرجع الأرشيف بشوف يعني جزء من من لمحات العبقرية الكابتن محمود الخطيب في الملاعب واشوف حالة الملاعب كانت عاملة ازاي وشكل الكرة اللي كانوا بيلعبوا بيها يعني الجيل دا الحقيقة تظلم الجيل دا تظلم لكن في النهاية تبقى قصة محمود الخطيب في الملاعب جزء صغير جدا من أصل الحكاية المشوار الطويل والنجاحات الكثيرة اللي اتكررت وصولا طبعا لأنه يكون رئيس النادي الأهلي جزء كبير جدا من تاريخ محمود الخطيب لكن أنا بشوف وخدوا بالكم دايما لأنه قمة النجاح أنك توصل لقمة النجاح والشهرة والنجومية قمة النجاح والشهرة والنجومية في ناس كتير جدا المعايير عندها بتختل الإيجو الآن بتتضخم ما بيشوفش حد غير نفسه ورغم كده في كل مرحلة نجاح وفي كل مرحلة شهرة والنجومية ده ما زادش الخطيب إلا تواضع أخلاقه رقيه احترامه لنفسه واحترامه لغير زود بشكل كبير جدا وكم من نجوم وكم من مواهب الناس النهاردة ما تفتكرش عنها حاجة ومش عايزة تسمع صوتها ولا تشوف صورتها ولا تسمع عنها أي حاجة لكن الحقيقة الخطيب ايه ده مثل؟ إزاي تكون نجل وقدوة ومسأل أعلى أجيال تبصلك يمكن تكون ما شافتكش وما تمتعتش بيك جوة المرعب لكن ما زالت نهاردة بتبصلك على أنك أنت الرمز والخطوة والأسطورة النهاردة سادسة بتحتفل بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي الحالي كابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر